طبعاً يعني هو سلاح زي وحدين طبعاً مطلوب الآن مطلوب في غرب دارفور وفي كل مكان فرط هيبة الدولة ويعني حكام سلطة القانون لأنه هيبة الدولة ضاعت في هذا الصراع وانتشار السلاح في أيدي الناس والاحتراب الغبل المعروف في دارفور دي واحدة من أسبابه غياب السلطة، السلطة حازمة وسلطة حاسمة وقادر لنا تسيطر على الأمور هو الأغرى كثير من الأطراف باستمرار هذا الصراع يعني هذا هو ليس الحل الوحيد هذا ممكن يفصل بين القوات ممكن يتم التوقيع على الاتفاق يمكن يعمل تهدئة مرحلية في هذه المرحلة لكن الحل الأكبر أنه تقوم منظومة الحكم الولائي كاملة يعني الولاية، حكومة الولاية، المحليات وجود معتمدين، وجود لجان أمن في المحليات وتتنزل السلطات إلى أدنى مستوى مستوى الحكم حتى تستطيع أن تراغب وتتابع وتتابع الاتفاقات اتنين، التوقيع على ماذا؟ يعني دارفوردون وقعت فيه آلاف الوسائق وآلاف اتفاقيات الصلح بالقبائد، لكن تتجدد الصراعات تتجدد الصراعات لأنه ما تكون في التنفيذ واضح ومرضي لهذه الاتفاقات لأن حكومة الولاية الآن، بعد ما استطعنا نتصغر على أوضاع نوعا ما الآن مفروض طوالي لجان التحقيق التي تحصي الضحايا، عدد القتلى، عدد المصابين، البيوت التي دمرت أو حرقات المزارع التي حرقت الأموال من الإيبيل، من الماشية التي نهبت كل خسارات الأطراف، ثم يتقرر من بعد ذلك كيفية دفع الديات والدولة يجب أن لا تدفع الديات، الديات يجب أن يحمل الأطراف المنصارعة عشان يحسوا بهذا العنات وبهذا التعاب وأنه يتحملوا المسؤولية